هالزعيم سلاحة قتار كهربائي قاتل سوينا لكم ملخص لأهم الألعاب اللي انعرضت في حدث State of Play لي يناير 2024 وأعطونا نظرة أعمق للجزء الثاني من لعبة Death Stranding الغامضة واللعبة بيكون فيها سفينة تلعب دور مقر للبطن وبتوفر مرافق مثل غرفة الأسلحة عشان تتضبط عدتك وغيرها وشوقوا أن اللعبة فيها كوارث طبيعية مثل فيضانات المياه اللي قادر أنها تدمر المنشآت وزلازل تسبب انهيارات جبلية وبنشوف فيها وحوش بي تي جديدة وأعداء جدد وأصعب وشوقوا لعودة شخصية هيكز وهذه المرة عنده سلاح عجيب ولما انت حاربة تكتشف أنه سلاح عبارة عن قتار اللي يعزف عليه مخطوعة قاتلة تكهربك لعبة Death Stranding on the Beach بتنزل في سنة 2025 على البي اس 5 واستعرضوا أسلوب لعب Rise of the Ronin اللي تخليك تعيش دور الرونن الخارق في القرن التسعة وتتميز بأسلوب تنقل ممتع باستخدام الخطاف والطيران وحتى ركوب الحصان بالنسبة لأسلوب القتال اللعبة فيها نظام باري لتوقيت صد ضربات العدو اللي يخلي توازنه يختل وبكذا تقدر تسوي عليه كومبو قاتل وأيضا عندك عدة وضعيات في القتال تختار بينها الأنسب حسب العدو اللي قدامك عشان تتخلص منه وفيها تنويع كبير في الأسلحة وتسمح لك استخدام السيوف والرماح والمسدسات وقاذف النار وغيرهم وطبعا باستخدام الإمكانيات اللي عندك تقدر تسوي كومبوات رهيبة خلال القتالات الصعبة لعبة Rise of the Ronin بتصدر في 22 مارس 2024 على البي اس 5 ننتقل لعالم الرعب مع سايلنت هيل بحيث كشفوا عن لعبة جديدة باسم سايلنت هيل The Short Message وأسلوب اللعب من المنظور الأول ومتوفرة على البي اس 5 من اليوم بشكل مجاني وشوقوا عن تطوير الريميك المنتظر للعبة سايلنت هيل 2 للبي اس 5 وتستكشف أحداث اللعبة المرعبة مع البطل جيمس سندرلند لكن ما في تفاصيل في الوقت الحالي لتاريخ صدورها والرعب أيضا جاي للواقع الافتراضي لخوذة البلاي سيشن VR 2 بلعبة Metro Awakening واللعبة مليانة أحداث تشد الأعصاب في الأنفاق من أعداء بشريين إلى وحوش شرسة وبتنزل في سنة 2024 وظهر عرض جديد للعبة Dragon's Dogma 2 اللي تسمح لك ببناء شخصية بإمكانيات مختلفة مثل الأرشر أو الميج أو الوريور وغيرهم واللعبة تسمح لك أنك تضم شخصيات بإمكانيات مختلفة ويساعدونك في القتالات وغيرها وبتنزل اللعبة يوم 22 مارس 2024 وتم الكشف عن لعبة Sonic X Shadow Generations الجديدة اللي تخليك تلعب بشخصية Classic Sonic وأيضا سونك الحديث في مراحل مختلفة من عوالم اللعبة والآن شخصية Shadow دخلت المضمار وبتقدر تلعب مراحل متنوعة خاصة فيه أيضا اللعبة تنزل في فترة الخريف 2024 على PS4 والPS5 وعندنا أيضا عرض لعبة Hell Divers 2 اللي كان يورينا فيه أسلوب اللعب الجماعي بما فيها من تطوير مقر اللاعبين واللبس والمعدات وغيرها وبتنزل فيه 8 فبراير 2024 على PS5 والPC وعرضه أسلوب لعب مطول للعبة Stellar Blade اللي شفنا فيه تفاصيل أكثر لعالم اللعبة الشرس والمليء بالوحوش والروبوتات وطبعا تقدر تطور شخصية البطلة من ناحية المهارات والمعدات واللعبة مليانة قتالات حماسية مع زعماء أقوياء Stellar Blade بتصدر في 26 إبريل 2024 على PS5 وأيضا عندك لعبة Foam Stars الجماعية وفيها أطوار متنوعة ممتعة في القتال مع أصدقائك باستخدام رغوة الصابون اللعبة بتنزل في 6 فبراير 2024 على PS4 والPS5 وبتتوفر ضمن ألعاب PlayStation Plus الشهرية للمشتركين ولعبة Dave the Diver جاية لمنصة البلاي ستيشن في شهر إبريل القادم اللي تلعب فيها دور البطل الغواص Dave وتصيد أسماك في فترة النهار وتجهز أطباق السوشي في المطعم بالليل وفاجأونا بإضافة Godzilla اللي بتنزل في شهر مايو 2024 وتم الكشف عن لعبة جودس الجديدة للPS5 اللي هي لعبة تصويب من المنظور الأول اللي تخليك تستفيد من الأسلحة وقوة خارقة مثل النار والكهرباء وغيرها واللعبة جاية من نفس فريق التطوير اللي اشتغل على لعبة BioShock وراح يبين في الفترة الجاية تفاصيل أكثر عن اللعبة وتواريخ صدورها وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبكم اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة لكل جديد وفعلوا الجرس عشان مايفودكم شيء شكرا للمتابعة ومع السلامة